بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة إن الحمد لله نحمده ونستغينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحقيقة كما ذكرنا أحد ملامح الصراع بين الحق والباطل الآن في مجتمعنا هو الصراع المفاهيم التي تتسلل إلى قلوب الناس عبر وسائل إعلام وغيرها ويتم التعامل معها بنوع من العفوية التي تجعل تسربها إلى قلوب أبناء المسلمين سهلاً وميسورة فمن أهم الوجبات الآن في ظروفنا التي نحن فيها توضيح هذه المفاهيم إزالة الغبش والاختلاط والاشتباه عنها حتى يحيى من حي عن بينة ويهلك من هارك عن بينة بعض هذه المفاهيم أو المطالب أو الطموحات لما نتكلم فيها مش معناها أن نحن نصب إلى أن الواقع الآن مناسب أن نطبقها مباشرة ولكن القضية أن الآن في صراع في ترويج لمفاهيم في غض الخطور على إيمان المسلم وانتمائه الإسلامي واعتزازه بالإسلام فنحن نهتم أساساً بصفة البيان البيان ولكل قوم هاد يبين هداية البيان يقدر عليها الأنبياء ويقدر عليها أتباعه الأنبياء وليس تلك الهداية التي يستأثر الله بها وهي هداية البيان أيضاً وهداية القلوب للانقياد إلى الحق والتوفيق إليه هذه لا يملكها إلا الله عز وجل لكن هداية البيان هذه من أهم وأقدس وظائف الأنبياء توضيح الحقائق وتبيين سبيل المجرمين والفروق بين الإسلام وبين ما يضادهم يعني إذا نقشنا مثلاً تطبيق الشريعة مثلاً قد لا نستطيع الآن في الوضع الحالي أن تطبق الشريعة لكن الميزة نحن نتكلم الآن مش عشان تطبق ثاني يوم لكن علشان القضايا لما بتثار الحديد بيكون ساخناً وبالتالي قابلية الناس لأنك ترسخ مفاهيم بيكون أوقع تستطيع الحديد وهو ساخن بتؤثر عليه كما يفعل الحداد فما تكون القضايا حية فهذه فرصة يجب أن تغتنمها لتوصيل المفاهيم الصحيحة ولترويج لهذه الفكرة لأن البيان لا بد أن يسبق العمل البيان والتوضيح والفهم فلا يعني أن كل قضايا حنتكلم فيها أن الأمر الواقع أننا سوف نطبقها من ذلك هذه القضية التي أثرته النقفة عندها إن شاء الله وتعالى أنا فاكر الموضوع حسن نصر فتنة حسن نصر قاتله الله حسن نصر لما كانت فتنته في أيام موضوع لبنان وما حصل من التشويش على الناس وتذكرون أيامها كان هناك عدة محاضرات حول هذا الموضوع وبيان حقيقة هذا المخلوق متوحش مخلوق متوحش لا يستحي من مناصرة ودعب عدو البشرية بشار الأسد الذي ينهش جسد سوريا البسلمة بأسنانه وأنيابه وكما قال بعض هؤلاء العلوئين المشركين قال سوريا إما لنا وإما لا سوريا يعني يا سوريا تظل مستذلة مسترقة عند العلوئين المشركين وإما سيمنحون في سوريا من الوجود إيران تؤيدهم الروافة تؤيدنا ومنكشفت أمور كثيرة على أي الأحوال كان أحد الإخوة يعاتبني أيام موضوع حسن نصر ولما فكرين سجلات الموليد سجلت أعداد مهولة من الموليد كله بيسمي ابنه حسن واللي قال لك أن ورد ذكره في القرآن الكريم إذا جاء نصر الله والفتح إلى آخر الأشياء التي حصلت فتنة شديدة فكان أحد الإخوة يعاتب على كيف نهاجمه ومش وقته نأجل الكلام شوية فتقول لا الحديد ساخن الآن الآن كل اهتمام الناس متوجه لهذه القضية فهي فرصة لأن يسمعوا وأن يستقر في قلوبهم هذه المفاهيم التي نريد أن نصححها فنفس الشيء الآن إحنا فيه حراك فكري وثقافي في المجتمع نتيجة الوضع الذي نحن فيه فبالتالي دي فرصة أن نتكلم لتصحيح بعض المفاهيم مش لأننا نحن نطبقها لأن فيه أشياء سنعجز عن تطبيقها لكن على الأقل نصحح عقيدتنا ونصح موقفنا ونعرف من أين ننطلق من هذه المفاهيم الخطيرة جدا والتي لها أثر خطير فيما يتعلق بعقيدة المسلم ظاهرة أو قضية التعددية العقائدية التعددية كلمة تشيع جدا في الساحة السياسية ويتدولها الناس ومعظم الناس في غفلة عن فهم ما الذي يراد بالتعددية وأثر ذلك على إيمان يعني المسلم سأقتصر هذه المرة على المدخل وهو تعريف التعددية إيه هي التعددية أولا بالنسبة لهذا الموضوع أريد أن ألفت النظر أنه ينفعش واحد يسمع مثلا المحاضرة الأولى ولا يكمل باقي السلسلة لأن البحث كبحث أكاديمي هو مرتب فبالتالي ممكن أنا في الأول المحاضرة كلا توقف تعريفات التعددية التعددية العقائدية والتعددية السياسية إلى خرية وبعرض وجهة نظر للمفهوم غربي فأنا طبعا أكيد حشرح الأول ما المراد بالتعددية عند الغربيين اللي هم أصحاب هذه المفاهيم وهذه العقائد فالوقت مش هكاف غير أن نتكلم في الجزئة دي لكن بعد كده أكيد هتكلم على موقف الإسلام الناقد لهذه المفاهيم فعشان كده السلسلة دي بالذات ما ينفعش واحد يجتزئ بجزء ولا يكمل الباقي لكن ضرورة تقسيم الموضوع على حوالي ثلاثة أو أربع محاضرات إن شاء الله هو الذي لابد منه حتى نستوعي الموضوع بصورة كاملة يعني في المحاكمات النيابة الأول وبعدين الدفاع فخلينا نعرض كلامهم الأول لأن التعددية هي مفهوم غربي ناشئ في بلاد الغرب ولا علاقة له بالبيئة الإسلامية كما سنويا لكن قبل والحقيقة أنا اخترت هذا الكتاب كتاب التعددية العقائدية وموقف الإسلام منها الأستاذ يوسف القحطاني طبع دار التدمرية هذا الكتاب الحقيقة إن شاء الله كالعادة نحوم حوله اختصاراً وتهذيباً واستطراضاً في بعض المواقف في مراجعة أخرى لأن دراسة جاهزة في هذا الموضوع إن شاء الله تعطينا فكرة جيدة حول هذا الأمر المهم قبل أن ندلف إلى تعريف التعددية نقول هناك ضمانة إلهية وتأمين رباني في تأمين لهذه الأمة وتحصين لها ضد الضلال جاء في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خلفهم أو خذلهم حتى يأتيهم أمر الله وهم على ذلك فهنا في ضمانة رباني أن أهل الحق سوف يبقون فرق الناجية أهل السنة والجماعة الطائفة المنصورة ضمن الله بقاءها باستمرار منصورة بالحق والبيان ممكن في بعض الأوقات المسلمين ككيان سياسي ممكن ينعدم لا توجد خلافة كما جاء في الحديث فإلا ما يكون لهم جماعة ولا إمام فوارد أنه ما يعيش فيه سلطة سياسية لكن حتى لو تخلص الجماعة والإمام لكن ستبقى طائفة منصورة أهل الحديث أو أهل العلم والأثر الذين يحفظون على الناس يعني مفاهمة ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ما تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا أبدا كتاب الله وسنته صلى الله عليه وسلم فالطائفة المنصورة كلمتها دائما عالية لأنها كلمة الله وجعل كلمة الذين كفروا السفلة ثم قال وكلمة الله العليا يعني الجعل لم يتعد إلى كلمة الله لكن كلمة الله دائما عليا وذلك هنا مرفوعة لم تنسب مش جعلها عليا لأنها دائما عليا وكلمة الله هي العليا فكلمة الله القرآن الكريم دائما ظاهر عال قاهر أما السلطان ما هي القرآن والسلطان القرآن اللي هو الحق والدين والمفاهيم الحق والسلطان القرآن دائما منصور وعال أما السلطان فقد يكون مع القرآن وقد يزيغ وينحرف ويبتعد عن القرآن الكريم الحكام يئما مع القرآن يئما منحرف عن القرآن الكريم أحيانا تبقى فيه خلافة إسلامية أحيانا ما فيش فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام أمثل الطرق إن القرآن يبقى مع السلطان قلت فما تأمرني إن أدركني ذلك قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام قال فاعتزل تلك الفراكة كلها ففي الكيان العلمي الكيان العلمي هو منهج أهل السنة والجماعة منهج الحق فهذا لا يغيب أبدا لا تزال طائفة من أمتي عن حق ضير حتى يأتيهم أمر الله لهذه الريحة التي سوف تأتي من اليمن وتقبل أرواح المؤمنين قبل قيم الساعة أما الكيان السياسي فممكن يتغيط وارد أنه لا يوجد خلافة أو كيان سياسي للمسلمين فإذن في ضمانة أن الحق موجود وكل من طلبه بإخلاص يهديه الله إليه موجود سهل وميسور علماء أهل السنة في كل مكان الحق موجود يذبون عن هذا الدين ويذبون عن مفاهيمه أما الواقع الذي نحن فيه الآن فالفتن والضلالات تتذاع علينا من كل صوب من الخارج أمم الكفر أو الدول البدعية الضالة كالرفضة ونحوهم ومن الداخل هناك نشر لعقائد وقيم مصادمة لدين الله تبارك وتعالى يعني من كان يتخيل أن مصر تفتتح فيها حسينية هذا الكوراني الخبيث الذي أتى في الأيام القليلة الماضية وغيرشا يفتتح حسينية فالمهدنة هذا البطل خلي بالكو ده جزء من التعددية يعني بمعنى إيه بمعنى إذا تسامحنا مع هذه المفاهيم دي أخطر وسيلة لإضعاف الإسلام في مصر لأن دول الشيع لو انتشر المذهب الشيعي في مصر مثلا كمثال لو انتذهب المذهب أولئك الرافضة في مصر هيترتب على إيه إن في مصريين مواطنين هيتحولوا إلى الدين الشيعي طيب الدستور تبقى لمبدأ المواطنة الذي أضيف إليه بالتزوير ودي حقيقة ما حدش بتكلم عنه أبدا مبدأ المواطنة أضيف للدستور بالتزوير المفضوح في عائد حسين بارك وموجودة على النت إلى الآن في اليوتيوب تزوير مفضوح حدش بتكلم خالص إن مادة المواطنة أضيفت بالتزوير مش دي قضيتنا دلوقتي المواطنة لأنش محتاجين مواطنة الشريعة تكفل الحقوق الناس أجمعين فتبقى لهذا المبدأ فبالتالي ده مواطن مصري وتبقى لمبدأ التعددية فلابد إن حكتين إنك تعترف بكيانه إذا وجدت كتلة ماء شيعية ومجموعة من الشيعة أو الروافض كوانوا حزبا سياسيا من حقهم دي التعددية من حقهم أن يدعو الناس بمنتهى الحرية إلى عقيدتهم وبالتالي عمل خلخلة في المجتمع وده مش في الشيعة بس حتى في التنصير التعددية تقتضي أن أي فئة موجودة في المجتمع لها عقيدة أيا كانت فمن حقها أن تنشرها علنا وترغب الناس في الدخول فيها دي التعددية فالعيز الذي أريد أن أقول له أن من ضمن الكيد لتفتيت بلاد المسلمين نشر العقائد المصادمة لدين الله تبارك وتعالى يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا هذا سلوك أعداء الأنبياء دائما زخرف القول غرورا يقومون بتحريف المسلمات وزلزلة الثوابت حتى يصير المعروف منكرا والمنكر معروفا ويوسد الأمر إلى غير أهله ويتخذ الناس رؤوسا جهالا فيضلون ويضلون من هذه الضلالات التي يراد نشرها في المجتمع الإسلامي الآن هي ضلالة التعددية العقائدية التعددية العقائدية باختصار هي تعني السماح لكل أصحاب العقائد المختلفة بإظهار عقائدهم والدعوة إليها فأمثال هذه المبادئ من الذي يرحبوها في ديارنا يرحبوها خصوم الإسلام والكافرون به يرحب بها أهل البذع والضلالات سواء كانت بذع فكرية لبرالية علمانية حتى لو عبدت الشيطان نفسه ما هو دين عند بعض الناس وفي الجهة الأخرى بعض الضلالات التي مثل الرافضة البهائية القديانية إلى آخره لو وجد من المصريين من ينتمي لهذه الملل إذن التعددية تعني أن كله حرية في النواة يدعو إلى هذا ويعلن بهذا ويعترف به على الملأ أيضا للأسف الشديد يرحب بهذه المفاهيم كالتعددية العقائدية جهلات المسلمين كثير من الشباب اللي مش فاهم دينه بطريقة صحيحة ومش فاهم كما الخطر في هذه المذاهب ينطبق عليهم قوله تعالى وفيكم سمعون لهم جهلت المسلمين ينطبق عليهم قوله تعالى وفيكم سمعون لهم هناك من يستمع من الشباب البريء لأنه جهله الشباب الذي استهدفه نظام مبارك خلال تلاتين سنة غسيل مخ تخوف من دينه خوفه من دينه في ناس ترتعد في رئيسهم لو سعموا حيز ما تطبيق شريعة صارمة كما تقول بي بي سي كل دي كانت مؤامرات من خلال التعليم ومن خلال الإعلام أنتجت هذا الجيل اللي حلف حسين كامل بهاء الدين في مرة من مرات أنه قال لما يكلموا عن التطرف ومواجهة التطرف أيام حسن البارك فاللهم سبولي أنا قضية التطرف حتلع لكم الشاب من الجامعة لا يستطيع أن يفرق بين المسلم والمسيحي على حد تعبيره يعني بيتوعد أنه يطلع شباب مش فهم حاجة في دينه خالص ما عرفش يميز إيه الفرق بين مسلم ونصران فمثل هذا الشباب يعني هو صحيح ضحية لكن لا نقول أنه معذور لأنه ضحية ما يعيش بقى في دور الضحية لا لأنه عند عاقل عاقل مكلف راشد إذا بحث الحق يستطيع أن يوصل إليه لأن الحق له نور وله جاذبية أي فطرة سليمة تستطيع يعني استكشافه بما أن التعددية الثقافية مبدأ بشري ولذلك نستطيع أن نحدد له بداية تاريخية أي مذهب أرضي أو حتى فرق ضلة بتستطيع تقول خوارج نشأوا في اليوم الفلاني على إيد فلان الشيع نشأوا في اليوم الفلاني على إيد فلان أو عاقل بالحديثة المعينة كل فرقة أما أهل السنة والجماعة فلا يصح أن يتوجه إليه سؤال متى نشأت أهل السنة والجماعة لأنهما الإسلام نشأوا لما نزل جبريل بقوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي يخلق فبالتالي اللي نستطيع لحدد له بداية تاريخية نستطيع أن نتوصل إلى أن هذا المبدأ هو كان رد فعل لعوامل بيئية معينة في بيئة معينة وكرد فعل لعقيدة معينة أو دين معين وبالتالي نشأ موضوع التعددية العقائدية الجريمة الكبرى أن نحن نفصل هذا المبدأ الذي نشأ كرد فعل على أسباب ونطبقه على الإسلام مع اختلاف البيئة ونعدام هذه الأسباب في العالم الإسلام كما سنبين إن شاء الله وتعالى ذلك بالتفصيل فيما بعد فإذا مفهوم التعددية يجب أن يفهم في سياق منظومته الحضارية وبيئته ونشأته وهذا المفهوم مفهوم غربي محط ده مفهوم غربي نعنى خطله على الإطلاق بالمسلمين أو العرب أو بلادين خالص فمفهوم غربي معاصر نشأ نتيجة تطورات تاريخية وأحداث معينة أدت إلى تغييرات جذرية في الفكر الغربي من حيث نظرته إلى الدين وإلى الإنسان وإلى الحياة وحصل في الغرب نتيجة هذا الحراك الثقافي والفكري والفلسفي أن تدخلت وتقاطعت نظريات عدة وفلسفات شكلت في النهاية خصائص الحضارة الغربية ومعالمها سواء كانت معالمها الإيجابية أو معالمها السلبية عقب مشكلتنا في الحقيقة في مصر بالذات يعني مش لا بدأت من 30 سنة ولا من 60 سنة ولا هي بدأت من حوالي 200 سنة من أول عهد محمد علي الآن محمد علي هو الذي وضع بذور العلمانية هنا في مصر وبدأ القهر بقى للإسلام في مصر وعطلة الشرع إلى خلية يعني بداية العذاب اللي احنا مرنا به هي 200 سنة مش 60 سنة عهد الثورة ولا 30 سنة عهد حسني مبارك فحصل صدام أو يعني تعايش أولاً ثم أعقبه صدام بين الحضارتين الإسلامية والغربية وجرت سنة الله سبحانه وتعالى وهي ولوع المغلوب بتقليد الغالب عقدة الخواجة دايماً المغلوب بيميل إلى تقليد من يغلبه ويأتسي يعني يأتسي به كما يقول الشاعر ولربما اجترح القوي خطيئة فترى الضعيف بمتحها يتملق فقط لأنه أقوى فتجد الهزيمة النفسية تؤثر أو تسبب هذا الانقياد وهذا يعني التقليد إذا قارننا بين أوضاع المسلمين في القرنين الأخيرين وبين أوضاع الغرب سنجد جوانب سلبية جداً في أوضاع المسلمين تقهكر التخلف ضعف جهل فاحش بالإسلام ضعف في الإيمان واليقين ضعف في القوى العسكرية ضعف في الناحية العلمية ضعف في التناحر السياسي والفرقة إلى آخرين لكن لازم نفهم كويس جداً أن كل مشاكلنا نشأت عن انحرافنا عن الإسلام فنحن لسنا متخلفين عن غر نحن متخلفون عن ديننا نحن متخلفون عن الإسلام والغرب فاهم كده كويس الغرب فاهم أن المنافس الحقيقي الذي لن يستطيع أن يصمد أمامه طرفة عين هو الإسلام لو وصل هذا النور إلى البشرية بدون تشويه أما في أوضاع الغرب طبعاً حصل تفوق مادي وعسكري وعلمي والدول الغربية كانت إلى حد ما متماسكة سياسياً بالنسبة لدول العالم الإسلامي لما حصل الاحتكاك والتفاعل مع الحضارة الغربية حصل انبهار بالواقع الغربي هذا الانبهار ونحن في حالة ضعف وجاهل بالإسلام أدى إلى أن الناس استوردت مفاهيم تضاد عقيدتنا وتصادم ديننا لكن مشكلتنا مع سماسرة الحضارة الغربية أو تجار الشنطة السقافية اللي بيهربون هذه المفاهيم المشكلة تبهوا لها جيداً مشكلتنا مع الغربيين والسماسرة بتاعتهم إيه في بلادنا المشكلة هي أنهم يفرضون علينا مفاهيمهم البشرية القاصرة على أنها حتمية لا خيارة فيها يعني قهروا الناس قهر والناس مش حاسة مش شعرين أن دا بيلغي اختيارنا تماماً اختيارنا ما لغي قهر فكري وعقائدي بيظهر لك الأفكار والنفعين الغربية على أنها حتمية غير قابلة للمناقشة ولا التغيير ديمقراطية حتمية الليبرالية حتمية بيعرضوها أنه مفيش حل ثاني وإزاي أنت مش عايز لبرالية أو ديمقراطية أو علمانية فهم بيفرضوها عننا كحتمية تلغي اختيارنا تماماً وكأنه أمر واقع ولا مناص ولا حل إطلاقاً إلا في الانقياد لهذه المفاهيم يعني بالضبط كده بيضعونا المفاهيم دي زي قطبان يجب أن تسير عليها القطارات ولا تستطيع أن تمشي إلا على هذه قطبان وسماسرته من النخبة والمفكرين والإعلاميين يقومون بهذا الدور تعبيدنا للسيد الغربي تعبيد هو يفكر لنا هو يجب لنا مفاهيم هو يرسل لنا الخريطة خريطة الطريق لابد الغرب فالديمقراطية حتمية وصاحب ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشال نفس المنطق الفرعوني نفس المنطق لا أريكم إلا ما أرى فالغرب يطبخ نفس السياسة فرعون لا أريكم إلا ما أرى الليبرالية حتمية التعددية حتمية زي ما عبد الناصر كان بيقول بالضبط في عصره حتمية الحل الاشتراكي والحل الاشتراكي ودنا يعني كما تعلمون فكل واحد يطلع بضلالة ويقول حتمية فإطمئنه هذه المذاهب لأنها تصادم الوحي فهي باطل والباطل حتما سوف يزهق قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد فكما ذكرت يجعلون مفاهيمهم الغازية التي تخزونها وتتصادم معاقدتنا زي القطبان بالنسبة للأطر اللي ماشي تمشي يمشي عليها يقدر يخرج عنها حتمية ما فيش طريق يجعلون على هذا الطريق الذي رسمناه وإلا وإلا كما هو يعني معلوم التعددية كمصطلح طبعا كما ذكرنا مصطلح وافد موهم مشتبه مش واضح لأنه مالوش أصل في اللغة العربية لذلك يحتاج قبل أن نحكم عليه لابد أن نوع من الاستفصال والبيان حتى نصدع الحكم على كل شيخ الإسلام بالنتامية رحمه الله تعالى الألفاظ التي ليست في الكتاب والسنة ولا اتفق السلف على نفيها أو إثباتها فهذه ليس على أحد أن يوافق من نفها أو أثبتها حتى يستفسر عن مراده فإن أرد بها معنى يوافق خبر الرسول صلى الله عليه وسلم أقر به وإن أرد بها معنى يخالف خبر الرسول أن كرح بحيث يحصل تعريف الحق بالوجه الشرعي فإن كثيرا من نزاع الناس سببه ألفاظ مجملة مبتدعة ومعاني مشتبهة فبالنسبة لمعنى كلمة تعبدية هي ليست بالاستلاح تستعمل ليس لها نظير في اللغة العربية هي لها ممكن أصل اللغة ولكن ما لهاش نظير كمصطلح لأنه معنى وافد مين يعرف كلمة التعددية ترجمتها إيه بالإنجليزي أحسنت أنت أكيد متخصص فلوراليزم فلوراليزم يعني بتستعمل ساعات في تعدد الوظائف أنه يبقى شخص واحد ويتولى في نفس الوقت وظائف متعددة لكن مذهب التعددية هو مذهب يقول بأن ثمة أكثر من حقيقة مطلقة واحدة وهذا سنوضحه إن شاء الله يعني عندهم إن الحقيقة نسبية مفيش حاسمها دين يقول أنا الدين الحق ومع أدايا باطل كانت مرفوض في التعددية والحكمة سنباين إن شاء الله إذن من حيث اللغة لو حاولنا نبحث عن أصلها طيب من حيث اللغة هي بقى التعددية نقول إيه من ناحية اللغة بقى دي مشتقة ولا حاجة تانية مصدر يبقى مصدر إيه بقى صناعي مصدر صناعي من تعدد تعددا أي صار ذا عدد طيب هل الواحد عدد الواحد ليس عددا لماذا لأنه غير متعدد الواحد الأحد غيره متعدد لأن التعدد هو الكثرة فلوراليزم الكثرة أما التعددية اصطلاحا هذا المصطلح استعمل كثيرا أو بكثرة في الأيام الأخيرة أو في العصور الأخيرة في المجالات الدينية والسياسية والثقافية والاجتماعية ومع هذا الاستعمال انتبهوا ليس له تعريف محدد زي الليبرالية هتلاقي اختلاف كبير في التعريف زي الحرية هتلاقي حوالي أكثر من 200 تعريف لكلمة الحرية يعني حتى هم لما بيحكمون بيحكمون إلى محكمات لا إلى أشياء غير مستقرة فالتعددية تستعمل في معاني شتى حتى قال بعض الباحثين ينبغي لنا أن نسلم بتعدد التعددية ينبغي لنا أن نسلم بتعدد التعددية فليه تعدد التعددية لأن التعددية مرتبطة أو يعني هو مفهوم مرتبط بشبكة شبكة من المفاهيم الفكرية والفلسفية الغربية مثل الحرية بالمفهوم الغربي العالمانية الديمقراطية الليبرالية حقوق الإنسان تعايش السلمي التسامح المجتمع المدني تداول السلطة المشاركة السياسية توازن القوى هناك محاولات لتعريف التعددية فبعض الناس قالوا هي تصورات ومناهج غربية معاصرة تفسر وتنظم التنوع والتباين في المجتمعات الإنسانية بعضهم قال هي أيديولوجية لا تعترف بأي مثل أعلى فريد مين يترجم كلمة فريد هنا أحسن يونيك اللي هو متميز ملوش ملوش تاني فنفيش حاسمها مثل أعلى فريد متميز يقول أنا الحق ومعدها باطل لا أيديولوجية لا تعترف بأي مثل أعلى فريد بل تطالب بحق أنماط التفكير المتعددة في الوجود وترفض القيم الواحدة والنمط الواحد والتصور الواحد وبالتالي ترفض الحزب الواحد والمذهب الواحد والطائفة الواحدة من تعرفاتها بعضهم قال يا حرية التجمع السلمي والتعبير عن الرأي ضمن الإطار العام على أسن سليمة وعلى أساس أن مصلحة الأمة فوق التعددية طبعا هذا متأثر بالمفهوم الإسلامي يعني محاولة إيجاد تعريف إسلامي للتعددية زي برضو ما قال بعضهم في التعددية هي تميز لرفقاء يجمعهم الإسلام وتنوع لمذاهب وتيارات تظللها مرضعية التصور الإسلامي الجامع وخصوصيات متعددة في إطار ثوابت الواحدة الإسلامية طبعا هنا يتكلم عن التعددية المفروض تكون في داخل المجتمع الإسلامي ترجع للشريعة الإسلامية وتقدم مصلحة الأم إذا تعرضت مع مصلحة التواف لكن طبعا ما ينفعش تعريف إسلامي نتكلم عن التعددية كمفهوم غربي فنحن نتكلم عن التعددية بمفهومها الغربي لأن التعددية في المفهوم الغربي ليس من ضوابتها مراعاة المختلفين لدين أمته وأخلاقه واضح طيب التعددية الغربية تتضمن عدة عناصر أولا الاعتراف بجميع الفرقاء المختلفين في المجتمع من أديان وطوائف ومذاهب وجماعات وأحزاب وتكتلات لا تستثني إلا ما خالف ما تجعله من ضوابط يبقى الشيء الإقرار والأعتراف مهما كان الدين والطائفة والمذاهب والتكتلات والأحزاب ثانيا السماح لهؤلاء الفرقاء بالتعبير عن أنفسهم وإظهار معتقداتهم وتوجهاتهم ودعوة الآخرين لها ودعوة الآخرين لها ثالثا أنها شاملة لجميع المجالات الدين والسياسية والاقتصادية والاقتماعية وغيرها رابعا أنها لا تعترف التعددية لا تعترف بالضوابط الدينية والأخلاقية إلا في نطاق ديق حتى البلاد الغربية تختلف بينها في ذلك خامسا أن ضابط السماح للضواء المختلفين بالتعبير والظهور هو عدم إذاء الآخرين والإضرار بهم وهذا القيض يؤخذ من معنى الحرية في المفهوم الغربي إذ إن هناك تدخلا بين معنى التعددية والحرية طيب إيه بتعريفها باختصار أفضل تعريف للتعددية باختصار هي الاعتراف والسماح لأديان المجتمع وطوائفه ومذاهبه وجماعاته وأحزابه بإظهار عقائدهم وآرائهم وتوجهاتهم وممارساتها والدعوة إليها عن طريق التجمعات السلمية من غير إضرار بالآخرين التعددية ساعدت تبقى في سورة أفراد وساعدت في سورة إيه وده الغالب التكتلات يعني أحزاب وجماعات ومؤسسات التعددية السياسية مرتبطة بالفكر الليبرالي يعني تسمح بوجود الأحزاب وتنفسه على السلطة ووجود برلمان يمثل طواقف المجتمع لتحقيق التوازن والاستقرار بين مكوناته فالتعددية السياسية هي نوع من أنواع التعددية وأشهر استعمال التعددية بيكون في مجال السياسي فالتعددية السياسية هي الاعتراف بالتنوع والاختلاف بفعل وجود عدة دوائر انتماء في المجتمع ثانيا احترام التنوع والاختلاف في العقائد والمصالح والرؤى ثلثا السماح بالتعبير بحرية بطرق سلمية لكل الطائرات السياسية والسماح لها بالمشاركة السياسية الفاعلة والتعبير عن ذاتها فالسماح دايما بالتعددية العقائدية لازم بيترتب عليه التعددية ايه؟ سياسية لأن الأحزاب بتتجمع على أساس يعني مذاهب طيب ماذا عن المصطلح بقى نفسه التعددية العقائدية هذا مصطلح مركب وحتى نفقها لابد أن نعرف المعنائين التعددية التي تكلمنا عليها أنفا والعقائدية فالعقيدة مأخوذة من العقد العقد والعقد نقيد الحل يعني تعمل عقدة عكس أنك تحلها فالعقد هو الربط والشد بقوة ومنه الإحكام والإبرام والتماسك والمرصة والإثبات والتوثق ثم توسع في معنى العقد فاستعمل في الأمور المعنوية فأصبح كلمة العقد تطلق على العهد وتأكيد اليمين والمعاهدات تأكيد المعاهدات ويطلق على البيع أيضا عقدا لأنه بيلازم للبيع والمشتري ومنه عقد عقد الإزار لأنه يشد بإحكام اعتقدت كذا يعني إيه اعتقدت كذا يعني كأنك دخلت عقيدة في داخل قلبك ورح ترابط عليها بشدة حتى لا تتفلت لا تخرج فمعنى عقيدة أنك بتدخلها في إيه في قلبك تصدق ما بقلبك وتعقد عليها بإحكام حتى لا تخرج لأنها رصخة ويقينية فيعتقد كذا أي عقد عليه القلب والضمير حتى قيل العقيدة ما يدين الإنسان به يقال في فلان عقيدته حسنة يعني سالمة من الشك والريد أيضا العقيدة يعني استلاحا هي الحكم الذي لا يقبل الشك فيه لدى معتقده حكم لا يقبل الشك فيه لدى معتقده وهي الإيمان الذي لا يحتمل النقيط وهي ما يدين الإنسان به ويؤمن به ويعقد عليه ضميره ويتخذه مذهبا ويدينا يدين به وقيل في تعريف العقيدة هي الأمر الذي تصدق به النفس ويطمئنه إليه القلب ويكون يقينا عند صاحبه لا يمازجه شك ولا يخالطه ريب طيب إذن عرفنا المركبين العقيدة والتعددية طيب إيه معنى بقى المصطلح بقى اللي هو التعددية العقائدية بمعناها العام التعددية العقائدية هي الاعتراف والسماح لأديان المجتمع وطوائفه ومذايبه وجماعاته وأحزابه بإظهار عقائدهم وآرائهم وتوجهتهم وممارستها والدعوة إليها عن طريق التجمعات السلمية من غير إضرار بالآخرين فإنا إذا أثبتنا في التعريف ما له علاقة بالعقائد واستثنينا ما سواه يظهر لنا معنى التعددية العقائدية وهي الاعتراف والسماح لأديان المجتمع وطوائفه ومذاهبه بإظهار عقائدهم وممارستها والدعوة إليها عن طريق التجمعات السلمية من غير إضرار بالآخرين وأذكركم أخيراً بأننا بنمارس وظيفة البيان أما التعامل مع الأمر الواقع فليس كل ما نؤمن به كجزء من عقيدتنا يعني نقول إننا نستطيع أن نفرضه على الواقع لكن دائماً بتكون البداية بداية أي التغيير هي عبارة عن فكرة وفهم وعقيدة صحيحة وهذا هو منهاج النبوة الذي لن يمكن الدين إلا به بدليل قول النبي صلى الله سلم بعدما ذكر مراحل الضعف التي تمر بها الأمة قال أخيراً ثم تكون خلافة على منهاج النبوة فنحن وظيفتنا الدفاع عن ديننا الدفاع عن عقيدتنا وعقيدة أبنائنا ببيان الموقف الإسلامي والشرعي من هذه المفاهيم ليحيى من حي عن بينا ويهلك من هلك عن بينا أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم ربنا ومحمدك أشهد أن لا إله لأنت أستغفرك وأتوب لي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر